في الفيديو ده هنستخدم اداة الميت جيرني فلو انت مش عارف ايه هي اداة الميت جيرني فهي اداة نتشرب بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت وده عشان تحول صورتك بكل سهولة من الصورة دي ليه الصورة دي الاداة دي باختصار بتخليك تكتب اي حاجة ممكن تتخيلها في دماغك وتحولها لك لصورة معدلة وده بيتم عن طريق الذكاء الاصطناعي فمن غير ما طول عليكم يلا بينا نشوف مع بعض الاداة دي بتشتغل ازاي عشان تقدر تشتغل على اداة الميت جيرني لازم تعمل حساب على الديسكورد لان اداة الميت جيرني هو سيرفر موجود على الديسكورد فيلا بينا نسجل هنروح على login هيفتح معنا الموقع بالشكل ده طبعا هنا احنا بنسجل الاول مرة فهندوس على register وهنا هبتدى اكتب المعلومات الخاصة بيها زي الاميل والباسورد واليوزر نيم وكمان تاريخ الميلاد بعد كده هدوس على confirm طبعا هنا هتقول له هيفتح معاك الموقع بالشكل ده وهيبعت لك كود التفعيل على الاميل بتاعك فهنا بيقول لك verify by your mail هتضغط عليه وهتروح الاميل بتاعك من هنا بعد كده هتفتح الاميل بتاعك وتعمل verify ايميل هتفتح معاك الصفحة بالشكل ده وبكده تكون انت فعلت الاميل بتاعك هتعمل برضو verify by phone هتختار هنا الدولة بتاعتك هتدي لك رسالة على موبايلك هتدخل هنا كود التفعيل بعد كده هتدي لك رسالة على موبايلك وهتدخل الكود اللي هو هيجي لك على رسالة وهي هنا هتحط الباسوورد بتاعك اللي انت دخلته في الاول وهي هيبعت لك رسالة على الجيميل ان انت سجلت بالفعل في الموقع بعد كده هنروح على جوجل ونكتب هنا هيفتح معنا الموقع بالشكل ده هندوس على اول رابط زي ما حضرتكم شايفين موقع فتح معنا كل اللي احنا هنعمله هندوس على sign in وهندوس على authorize بعد كده هنروح على join the beta وبكده يكون السيرفر بتاعك جاهز على موقع discord وتقدر تروح تستخدم اداة الميت جيرني ويندوس على accept invite هيفتح معنا الموقع بالشكل ده هتيجي على نافذة اللي عليمين هتلاقي هنا الميت جيرني زي علامة المركب طبعا عشان انت مش مشترك في نسخة البرو المدفوعة ومشترك بس في النسخة المجانية فهتضطر تدخل على اي جروب من الجروبات دي اللي هي new base 40 و new base 20 70 100 فهتختار جروب من ضمن الجروبات دي وتدخل عليه بالشكل ده انا هختار الجروب ده هنيجي في مربع البحث اللي تحت هنلاقي هنا علامة ازاي ده هقف عليها وهي هعمل upload للصورة اللي انا عايز احملها للموقع وليكن انا هختار الصورة دي وي بعدين انا اعمل نسخ للصورة زي ما حضراتكم شايفين وي enter طبعا فيه كم حاجة لازم تعملها عشان الصورة تطلع معاك كويسة رقم واحد لازم تكون الصورة اللي انت مختارها كويسة وي ملامحك واضحة فيها رقم اتنين لازم تكون فيها لوحدك رقم تلاتة الخلفية اللي وراك تكون بسيطة بمعنى انها تكون سادة عشان طبعا الموقع يفهم الملامح كويس جدا فتعالوا نختار الصورة اللي احنا عايزينها هنيجي هنا على مربع البحث اللي تحت طبعا الميت جيرني هنا بيقول لي اكتب لي اي حاجة انت بتتخيلها في دماغك وانا هرسمها لك فاول حاجة هنعملها هندوس على سلاش من الكيبورد وهنقول له اتخيل لي وفاكرين الصورة اللي احنا عملناها لها كوبي هنعمل لها دلوقتي ببست بعد كده مثلا هنكتب له شوية اوامر وليكن انا هكتب له انا عايز بتخيل ان الصورة تكون كارتون ويه كمان عايزة تكون انمي كمان عايزة تكون ارت ستيشن ويه سانيماتيك كالر طبعا هكتب كل الحاجات اللي هي بتحدد تفاصيل الشخصية ويه هنكمل هقول له فاصلة مسافة آآ كاتش لايت عشان طبعا يكون فيه لمع على العين او الاضاءة تكون متركزة على عيني هقول له كاتش لايت ويه هقول له آآ شارب فوكس عشان يديني ملامح حده على وشي فاصلة مسافة شارب فوكس آآ بعد كده هقول له هنا ان انا عايزها آآ فور كي ولا ايت كي ولا ايتش دي ار انا مثلا هقول له عايزها ايت كي بالشكل ده فيه حاجة مهمة جدا البرنامج طبعا فيه منه اربع اصدارات اول اصدار وتاني اصدار وتالت اصدار ورابع اصدار فهنا هاختار فيرجان فور هندوس على ناقس ناقس ويه في مسافة فور بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ويه طبعا هننتظر النتيجة طبعا اول حاجة هنعملها لو انت لست مستخدم البرنامج لازم تدوس على اكسبت عشان تقبل شروط البرنامج فانا هدوس هنا على اكسبت وهنرجع نعيد له الاوامر اللي احنا كتبناها تاني زي ما حضراتكم شايفينه نفس الخطوات هندوسها على سلاش ويماجين هنتخيل مثلا السورة اللي احنا نسخناها هنعمل لها لسك هنا وهنكتب نفس الاوامر اللي احنا كتبناها طبعا انا هسيب لكم الاوامر دي كلها تحت في الدسكريبشن بوكس عشان تساعدكم ان انتو تعملوا حاجة كويسة طبعا الشخصية اللي انا عايز اضيفها هتكون انايني فاصلة مسافة ارد ستيشن فاصلة مسافة سينماتك كولر فاصلة مسافة طبعا عشان ابان اصير في الصورة فصلة مسافة طبعا ليه بنكتب كاتش لايت عشان يبقى فيه لمعه بسيطه او اي لايت نحيه العين او الملامح فهنكتب هناك كاتش لايت فصلة مسافة بانريل انجين وايه اخر حاجة فصلة مسافة عشان الملامح بتاعت الوش تبان حدة جدا معنا فهنكتب في حاجة مهم ما عايز اكلم حضراتكم عليها البرنامج فيه اربع اصدارات فور فيجن من فيرجن وان لي فيرجن فور فلازم نحدد الفيرجن اللي احنا عايزين الصورة تطلع عليه عشان يجيب لي باخر فيرجن فهندوس مسافة واقس ناقس في مسافة فور طبعا قبل ما نكتب كده هنضيف هنا جودة الصورة عندنا جودتين فور كي و ايت كي انا هكتبها وليكن ايت كي ويه برضو هزود عليها ان هي تكون اتش دي ار عشان الريزوليوشن ويه الجودة يكونوا عليين معنا في الشور اخر حاجة هزودها وهتكون مهمة جدا ما ننسهاش البرنامج طبعا البرنامج فيه اربع اصدارات من فيرجن وان لفيرجن فور فلازم نضيف الفيرجن عشان الصورة تطلع باخر فيرجن فهنعمل شرطتين وفيرجن مسافة فور وندوس على انتر طبعا هنا هنستنى النتيجة waiting to start زي ما حضرتكم شايفين النتيجة طلعت عكس النتيجة اللي احنا محتاجينها تماما فمش احيانا الزكاة الاصطناعية بيعملك الحاجة اللي انت عايزها لا انت بتجرب وتشوف الحاجة اللي انت عايزها مثلا وبتعد تعيد وتشوف خطوات وي وي والكلام ده كل فهنجرب حاجة تانية مع بعض هنيجي هنا في مربع البحث اللي تحت هنلاقي هنا علامة الزائد هندوس عليها وهي هنعمل upload للصورة اللي احنا عايزين الموقع يعمل لنا عليها الشخصية فانا اختار الصورة بتاعتي ولكن هختار الصورة دي وهي بعد كده enter هاجي هنا في مربع البحث اللي تحت واقول له اتخيلي تفاصيل الشخصية اللي انا بفكر فيها والروبوت هيرسمها لك زي ما انت عايز فهقول له هنا imagine i am وهامل لصق للصورة اللي انا نسختها وهكتب بعض ال details الخاصة بالشخصية هاجي هنا هكتب مثلا cartoon character فاصلة مسافة sunset لو انت عايز تعمل لمع خفيفة ناحية وشك او اضاءة خفيفة فبتكتب الامر اللي هو اسمه depth of field وانت عايز برضو الملامح بتاعتك حدا فبتكتب هنا امر sharp focus فاصلة مسافة طبعا انا عايز البس jacket فهكتب له هنا امر wearing a bump jacket wearing a bump jacket طبعا في حاجة مهمة جدا ما تنساش تكتب رقم الاصدار اللي انت عايز الصورة بتاعتك تطلع بيه لان فيه 4 version للبرنامج من version 1 لversion 4 فانت لو ما كتبتلوش الversion هيتطلع لك صورة الجودة بتاعتها مش كويسة خالص يعني النتيجة مش تطلع احلى حاجة فما تنساش تكتب رقم الاصدار فانا هنا هاجي هعمل مسافة شرطتين version مسافة 4 جميل جدا enter طبعا هنا هنشوف النتيجة هتطلع ازاي زي ما حضرتك شايف هنا بيحمل لك اربع صور انت بتختار الصورة اللي هي بتكون قريبة لك ولكن انا عجبتني الصورة دي فلو انا عايز اختار الصورة الرقم اربع فهنا عندي من ultra 1 ل ultra 4 فاختار هنا ultra 4 عشان الصورة اتحمل لي هستنى شوية لو انا فتحت الصورة الكواليتي بيبقى اعلى شوية معي فالذكاء الاصطناعي بيزبط لي بعض الحاجات في الصورة يعني مثلا لو في حسنة ممكن يشيلها لو في حاجة في الصورة مش كويسة ممكن يشيلها وهكذا زي ما حضرتك شايف شايف النتيجة طلعت ازاي الحقيقة النتيجة طحفة جدا جدا يعني دي اقرب صورة للصورة اللي انا حطتها له فزي ما حضرتك شايف هتدوس على الصورة ويكليك مين ويسيف اميج از وبس كده طبعا في اشكال كتيرة جدا ممكن انت تجرب فيها تقدر برضو تعمل لوجو تقدر تدميك سورتي مع بعض الحاجات دي كواللها ان شاء الله هشرحها في الحلقات الجاية من ضمن سلسلة ميت جيرني وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ولو عجبك فيديو ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس وتعمل اشتراك للقناة و اشوفكم على خير سلام